أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن استخدام تقنيات غير مسبوقة في الكشف والاحتراز والوقاية من فيروس كورونا خاصة المتحور الجديد أوميكرون خلال فعاليات نسخة رابعة من منتدى شباب العالم وأوضحت إدارة المنتدى أن تقنيات غير المسبوقة تضم روبوت متطورا يعمل على تعقيم القاعات وربوت آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزيع أدوات التعقيم على الحضور فضلا عن تقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعليات هذا وأشارت الإدارة أيضا إلى وجود روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور كما تتميز كل الأبواب الخاصة بقاعات وجلسات وسائل الانتقال بالمنتدى بأنها ذاتية التعقيم حيث تمنع هذه التقنية انتقال العدوى في حالة ظهور حالات إصابة وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلة تلفزيون المصري كريم بيبرز من هناك من شرم الشيخ حيث إقامة فعليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومنتدى شباب العالم تحياتي لك كريم وهل لك أن تضعنا في صورة الاستعدادات لانطلاق فعليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة نعم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل من شرم الشيخ من أرض السلام نصطيف النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم هنا وهو تحت المحاول الثلاثة الأهم وهو السلام والإبداع والتنمية وأي أرض خير من شرم الشيخ لتكون هي أرض السلام في استضافة منتدى السلام هنا من منتدى من شرم الشيخ أنا الآن في السوق القديم وهو أحد الأماكن الهامة جدا والأماكن السياحية في شرم الشيخ جئنا لنتعرف على ردود الأفعال حول استضافة شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة وتحدثنا مع العاملين هنا في السوق القديم حيث تحدثوا عن أن هذا المنتدى ربما باستخدامه العديد من الوفود من الدول الأفريقية أو الدول الأجنبية المختلفة وهو نقطة هامة لزيادة إعادة النظر مرة أخرى وعودة السياحة مرة أخرى خصوصا بعد انتشار جائحة كورونا هذه نقطة النقطة الأخرى الخاصة بجائحة كورونا بالطبع هناك ورش عمل ستكون قبل المنتدى الذي سيبدأ يوم الثامن من يناير حتى الثالث عشر من يناير هذه الورش العمل التي ستكون حول فعليات ما حدث بعد كورونا وكيفية التعامل بعد تحول الرقمي والمستقبل في الدجتال ميديا بشكل عام والفيديو كونفرنس والعمل من خلال التطور التكنولوجي الحديث بعد جائحة كورونا هذه نقطة هامة نقطة الأخرى أيضا وجود المتطوعين الخاصين بمنتدى شباب العالم منذ لحظة وصولنا لمطار شرم الشيخ الدولي وأيضا مطار القاهرة بالفعل كان هناك المتطوعين لتوجيه السادة المشاركين في منتدى شباب العالم وتسهيل الإجراءات عليهم وصولا لأماكن تسكينهم قبل بداية المنتدى الشباب متواجدين لتوجيه حول الإجراءات الخاصة الاحترازية بفيروس كورونا الوقاية من فيروس كورونا أيضا هناك ما يطلق عليه الاختبار السريع لفيروس كورونا للتأكد من خلوهم من أي أمراض متعلقة أو اشتباهات خاصة بفيروس كورونا وأيضا الاستعدادات الخاصة بمدينة شرم الشيخ لاستقبال المنتدى من تجهيزات لمركز المؤتمرات الدولي وأيضا هذه اللفتات المتواجدة في جميع أنحاء المدينة استقبالا لمنتدى الشباب سيكون هناك عدة مواضيع سيتم منقشتها داخل هذا المنتدى ربما من أهمها كما تحدثنا هي ثلاثة محاور سلام وإبداع وتنمية إذا تحدثنا عن التنمية ستكون هناك حياة كريمة وهي نقطة أهمة في التنمية الاجتماعية بشكل عام وسيكون هناك المثال المصري حياة كريمة لمناقشتها وأيضا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة الشباب من 18 عام حتى 40 عاما سواء كانوا مصريين أو غير مصريين ليكون هناك هذا التفاعل المباشر بين القيادات السياسية والشباب وأيضا بجانب التفاعل المباشر بين القيادات السياسية والشباب هناك أيضا الرموز الفنية التي ستكون متواجدة داخل المؤتمر وهو أيضا دعاية كبيرة لمنتدى شباب العالم والذي أصبح منصة منصة عالمية لاستقبال وأيضا لعرض آراء الشباب بشكل عام من مصر هنا من شرم الشيخ ستبدأ بالفعل الورشة التحضيرية غدا وثم بعد غد السبت والأحد ثم الاثنين سيكون اليوم الأول لمنتدى شباب العالم باختلاف الندوات التي سيتم مناقشتها داخل المنتدى من كما ذكرنا العمل كيف عمل بعد جائحة كورونا أيضا التنمية المستدامة الخاصة باستراتيجية مصر 2030 وأيضا الاستراتيجية الأفريقية 2063 وأيضا الجزء الخاص جدا بريادة الأعمال وقوة ريادة الأعمال في الاقتصادات المحلية والعالمية وأيضا نماذج المحاكاة مثل نماذج حقوق الإنسان والأمم المتحدة وغيرها من الفعاليات سنطبيعها بالطبع على مدار الأيام أشكرك شكرا جزيلا زميل كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من شرم الشيخ